وجه بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتاريش على دعوتهم لعقد مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة غدا الثلاثاء في الأردن وأكد بابا الفاتيكان اقتناعه بأن صنع السلام يتطلب شجاعة أكبر بكثير من الشجاعة لشن الحرب مضيفا أنه يشجع المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل وبأي وسيلة لمساعدة سكان غزة الذين أنكهكتهم الحرب كما شدد على ضرورة أن تصل المساعدة الإنسانية إلى الذين يحتاجون إليها